بداية الحضر والقاعدة في البيت اللي طولت الناس بدأت تدور على طريقة جديدة للتسلية كلنا شفنا انتشار الطيرات الورق في سماء القاهرة وعدد من المحافظات ومشهد الطيرات فكرنا بذكريات طفولة حلوة معظمنا الحقيقة عشها واللي جرب يطير طيرة ورق وهو صغير يعني أكيد كان ليه ذكريات مع الطيرات دي لكن للأسف الشديد الهواية الحلوة دي كلنا لما شفناها فرحنا بيها وكانت سبب لألم بعض الأسر اللي أبنائهم تضرروا وهم بيطيروا الطيرات الورقية وفي أكتر من واقع حصلت في محافظات مختلفة لكن كان أخيرها الطفل الإسلام اللي وقع من فوق سطح منزل تحت الإنشاء مشهد سقوط إسلام مدته 25 ثانية اللي احنا بنعرضه لحضراتكم دلوقتي مشاهد مؤلمة جدا حقيقة وتم تدوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير فطبعا احنا بنحضر لما كنا بنطير الطيرات دي زمانه احنا أطفال كان يقول لك خلي بالك لأن الطيرات دي بتشد فهي بتكون فيها قوة والأطفال طبعا بتكون خفيفة فمعرضين أن ممكن يحصل موقف زي اللي حصل كده لإسلام احنا معنا على التليفون والد الطفل إسلامي الأستاذ عبدين مسعد طبعا عايزين نقول له طبعا ربنا يستورها على أولادنا جميعا والواقع بقالها كام يوم كده يا أستاذ عبدين والفيديو اللي انتشر بشكل كبير ده كان ممكن نعرف من خلاله كتير من التفاصيل لكن حضرتك تقول لنا طبعا القصة بدأت ازاي وانتهت على إيه وإسلام عامل إيدي الوقت أهلا وسهلا بك أهلا بك صندب والله الحمد لله يعني يوم الجمعة كمن الساعة أربعة دخلت علي بنتي ومامته قالت لي إيه الحق إسلام وقع من على البيت اللي جنبينا تلبست وطلعت برها لأيتي يعني إسلام تعبان وقع من على صوت سطح يعني وقع من دورك كم كده يا أستاذ عبدين يعني هو يعتبر من الدور الأولين دور الأولين هو منزل تحت الأنشاء وراء البيت بتاعنا وهو عنده كم سنة إسلام عنده ثمان سنين حضرتك ثمانية أه أول مرة يطير طائرة ولا كان معتاد أنه يعمل كده هو مش بيطير ده هو البيت ورانا لأصحابه وفوق البيت يدوبه لسه طالع مش بيطير ده هو بيمسك مع أصحابه مش كان طالع يطير يعني بس آه يعني هو أصلا ما كانش بيطير طائرات كان طالع بس مع أصحابه اللي هو يتفرج أو يتابع بس لا أنا سفوق السطح ركب معاه آه طب قل لي هو عنده يعني كم سنة حكرتلي ثمانية لكن حالته السحيات الوقت هي أخبار والله هو يعني الحمد لله يعني كويس عنده يعني شبر تجاك في المخ آه بس الحمد لله يعني هو استحسن الحمد لله مين اللي صور الوقع دي يا سيد عمدين ده واحد صاحبهم بيلعب في البيت اللي أصادهم فهو صورها اسمه عمر في بيت جارنا ورانا يعني آه ماسك تلفون والدته بيلعب به فبيصورهم مش يعني مش يقصد أنه هو يصورهم ملي عرف في الوايا آه هي جات كده بالصفة الحمد لله آه آه طيب ربنا يسترها علي ولده كترة قالولكم إن شاء الله ممكن كده يتعافى بشكل كبير إن شاء الله قالولي 15 يوم بإذن الله 15 يوم طيب السوس عبدين برجوك وبرجو كل الأهالي إن هي طبعا تخلي بالها على ولادها لأن الحاجات دي يعني ربنا هو اللي بيستر طبعا في الأول وفي الآخر آه يعني فكرة أن نطلع على السطوح وانطير طيارات أو حتى الأطفال في سن مبكر ما يكونش معهم حد كبير فدي بتكون مشكلة فبدعوك وطبعا أنت أكيد تعلمت من الدرس يا السوس عبدين وطبعا بناشد كل الناس أن هي تخلي بالها من ولادة خاصة في السن المبكر زي حالة الطفل إسلام كده أنا بشكر جدا أن الأستاذ عبدين مسعد والد الطفل إسلام كان معانا عبر الهاتف